قانون الانتخاب بين التريو الوسطية بريح تختم آلام الجبل وجمبلات يهديها للبطريارك في الخاص الضحية تنزع الحجابات التركية وفي النشرة فتح تحت اللغزة مصر قادم 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 صباح الخير أهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية جمعة بريح في الشوف وتلكلخ أمام منزل مقاتي في طرابلس وجمعة فتح في غزة والتظاهرات في الأردن والدماء في العراق المتزامن مع ربيع ضد المالك لا صلة وصل بين هذه العنوين سوى يوم الجمعة الذي تأسس حراكه في سوريا وأصبح بعد سنة وثمانية أشهر يحتل كل الأيام السورية وعلى جدول مواعيد أول العام اجتماع روسي أمريكي بمسعى من الأخضر الإبراهيمي الذي طالب بإشراك إيران والسعودية في الحل السياسي لسوريا وإذا كان الهدف من دخول طهران والرياض حلبة المفاوضات لتحييد اللاعبين في الملف السوري ثمن يضبط ويحيد اللاعب على الأرض ومن يضغط على بعض دول الخليج لوقف التمويل والتسليح وعلى تركيا التي تفتح حدودها لتهريب السلاح إلى داخل سوريا أنقرى المتعهدة ملف التسلح ضد الشعب السوري خافت الأرض فاحتلت السماء وبقرار أطلسي إذ أعلن الجيش الأمريكي أن أول صواريخ باتريوت أرض جو قد وصل أمس إلى تركيا وقال بيان لقيادة الجيش الأمريكي في أوروبا إن عسكريين وتجهيزات أمريكية قد حطوا في القاعدة الجوية في أنجرليك لنشر بطاريات الصواريخ التابعة للحلف الأطلسي كما طلبت أنقرى فهل يتمكن صاروخ واحد من دفعة الباتريوت أي اعترض عصابة أبو براهيم غدا للإفراج أو اليوم للإفراج عن المخطوفين اللبنانيين في غز في أعزاز لكن من اخترع أبو براهيم لا يلغيه وتركيا لتاريخه شريك مضارب مع الآن في الذكر ولا تبيعنا سوى كلام معصول وآخره ما أدل به سفيرها في لبنان من أن بلاده تعمل ما في وسعها للإفراج عن اللبنانيين ولو صحت النيات التركية الحسنة لمدت تركيا يدها إلى موقع الخطف وسحبة الرهائن لا سيما أن أبو براهيم لا يبعد من حدودها عشرة أمتار عدا أن أعزاز تعد منطقة ساقطة بيد المعارضة السورية التي تقتات من الدعم التركي أقفل المشهد السياسي في لبنان على عشاء عمل فقد استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في بعبدة مساء أمس رئيس الحكومة ناجيب ميقاتي ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط حيث وجرى التشاور في الاستحقاقات والمواضيع المطروحة لا سيما منها تلك المتعلقة بالحوار وقانون الانتخاب وقد استبقى الرئيس سليمان ضيفيه إلى مائدة العشاء بريح تستكمل المصالحة في الجبل ببناء بيت ضايعة جديد بدلا من القديم المشيد على عقارات مسيحية تحقيق من بريح للزميلة رشال كرم بالأمس وبمبادرة كريمة من أهل بريح المقيمين وزيل التعدي على أرض المسيحيين في بريح هكذا وبعد واحد وثلاثين عاما من التهجير ثم الانتظار وبعد عشرين عاما على إشادته وزيل بيت الدروز أو ما يعرف ببيت الضيعة فأعلنها النائب وليد جملاط من مقر أعلى مرجعية مسيحية من بكركي خاتما بذلك آخر ملف مصالحة في الجبل بريح هذه البلدة الشوفية تضم أربع عشرة عائلة مسيحية واثنتين عشر أخرى درزية إلا أن معظم المسيحيين هجروا خلال الحرب واليوم وبعد أن بني بيت آخر جديد أزيل بيت الضيعة الذي أشيد عام 92 على أربعة عقارات للمسيحيين تبلغ مساحتها نحو عشرة ألاف متر مربع ما شكل العائق الرئيس أمام عودة المسيحيين إلى بريح يعني أنا بدأ أعتبر اليوم إزالت مشكلة وبداية حل هل يا ترى هاك لازم تكون بداية حل الشوحي بداية حل الصفل التواب وخلا يرجعون ما بدأ من صالحة بعد ما صالحنا مع بعضنا بشكل رسمي نحنا فوضنا وليد باك وفخيمة الرئيس بالبيت وطلع قرار بإزال بالبيت ما نحنا إسا عم نفذ قرار وليد جملاط بالبيت ونحنا متمنى من أخوان المسيحية المبادرة عملوا المقامين بريح كمان يعملوا مبادرة للصلح أنه شهية مثل شو مبادرة أنه بدنا ننسى الحرب شو اسمه حرب ننسى نرجع نعيش نحنا وياهم كلمة واحدة أخوة نحنا وليد ضايع وحدي وربما كمان بالموقع الواسطي باين نوهينهم كمان وليد باك هون لا أنه هو لمصلحتهم يعني إزالت البيت لمصلحت إخوانا المهجرين خد يكونوا تحال فكام في بعض الناس ما يعني قبلوا على مضاد ولكن مونيت وليد باك يعني مونيت وليد باك خلتهم يقبل لأنه تعمر أنه بقل كان فينا نوجد حل غير هالإزالة كنوا تأملين هاك ولكن كمان المصدح العليا أهم وزير المهجرين علاء الدين تروا كيف يقرأوا توقيت هذه المبادرة وما هي الخطوات اللاحقة التوقيته هو نهاية بيت البلد الجديد الذي بني لطائفة درزية مكان البيت القديم بعد زيرة بروتوكول المصالحة سنخطب الوزارة المهجرين وبصندوق المركزي المهجرين إلى البدء بإجراءات المصالحة التي تتضمن إخلاء الأراضي الزراعية إخلاء المنازل من شاغليها تسجيل التعديات على الأملاك العائدين إحصاء الأضرار في المنازل العائدين والبدء بتقديم الطلبات من أجل دفع التعويضات عن الأعمار لأبناء البلدة ودفع التعويضات ضحايا أبناء البلدة وبناء الكنائس في البلدة التعويضات التي نحكي فيها نحكي بأرقم بشي بتوعد العائدين إلى بريح؟ بالأنون كل ما لأبناء البلدة من تعويضات سينالونها وحبة مسكن حبة مسكن وعد بها الوزير في انتظار أن تقتفى في صندوق الاقتراع في الانتخابات المقبلة أو بعدها رشال كرم قناة الجديد رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جملاط يعلن من بكيركي تحقيق المصالحة بين أبناء بريح بإزالة تعديات على أملاك المسيحيين فيها زف رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جملاط إلى البطريارك الماروني الكاردنال مربشارة بطرس الراعي في بكيركي بشرى تحقيق المصالحة بين أبناء منطقة بريح بإزالة التعديات على أملاك المسيحيين بعد 31 عاما من الانتظار والتهجير في تلك البلدة الشوفية وقد جاء هذا بعد الفراغ من إنشاء بيت بديل من بيت الضيعة الدرزي الذي كان شهيد على هذا العقار بعيد تهجير المسيحيين عندما زارنا البطريارك الراعي إلى الشوف في الصيف الماضي وعدنا هناك أن نختم جرحا قديما من الأحداث الجبل المؤلمة وبالأمس وبمبادرة كريمة من أهل بريح المقيمين أزيل التعدي على أرض المسيحيين في بريح وهكذا نفتح صفحة جديدة نختم كل أثار حرب الجبل أو أحداث الجبل المؤلمة وإن شاء الله برعاية غطته ورئيس الجمهورية سنقيم احتفالا للمصالحة الرسمية وهكذا خبر صار وهكذا نتمنى أن يعتبر الفرقاء المبنيون بأن لا مجال إلا والتلاقي والحوار وعما إذا كان بحث والباتريارك الراعي في موضوع الانتخابات النيابية قال جنبلات أن الطرفين تحدثا في مواضيع كثيرة لكن أهم موضوع هو ختم جرح بريح مقاطعة البضاعي التركية في الضحية الجنوبية في تحقيق للزميل رامز القاضي لأنهم رأوا أهليهم ولكن طبعا يبقى السؤال متى تسليم هؤلاء المخطوطين؟ شكرا لألك أزيل إذن سمر هنا يقدمون الحلوى ليعبروا عن فرحتهم كانت حينها حلوى تركية وعلى الأرجح أيضا أن هذه القهوة تركية وحتى البواخر التي ستحمل الكهرباء إلى اللبنانيين وخصوصا إلى الضاحية الجنوبية هي تركية ومعظم الألبسة الشرعية والحجاب في الضاحية الجنوبية صناعات تركية هل تستجيب الضاحية لدعوات مقاطعة البضائع التركية؟ في المقابل هناك من شجع هذه الخطوة لأسباب أخرى لأنه بلشت المصانع اللبنانية تعمل قطعة كتير رائعة وكتير عدوية فيه منها شيء يعني بيجيبوا لهم بس إستصالة تكلفتها أكتر بكتير من تركيا فين يعطعوها لهم ونحن ممنونين لأنه لدينا كمان معامل وإقرار ضمني من أصحاب معامل الصناعات المحلية أن الانتاجات التركية تغزو الضاحية دون غيرها أغلب اللين خطفوا كل من هون من هني يعني من الضاحية بدنا يوقفوا كله وبضاعة الشرعية التركية فيش إلاها بالضاحية وين في يعني ما فيش بالغراء ما فيه كلها بالضاحية يعني الاستيراد يعني عم بصير بالأرقام تغطي الصناعات التركية أكثر من ثلاثة أرباع حاجات السوق اللبنانية من الألبسة الشرعية والحلوة والسكاكر وغيرها لكن أصحاب المحل الكبرى الذين يبيعون هذه المنتجات فضلوا البقاء بعيدا من الكاميرا مخافة أن يؤثر ذلك في البيع مفضلين عدم خلط السياسة بالاقتصاد في طرابلس أهالي الشهداء والأسرة في تلكلخ وأهالي الموقفين الإسلاميين في سجن رومي المركزي يعتصمون أمام منزل الرئيس نجيب ميقاتي نفذ اعتصام أمام منزل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في طرابلس للمطالبة بإطلاق سراح الموقفين في تلكلخ السورية والعمل لإقفال ملف الموقفين الإسلاميين في سجن رومي فيما ضرب الجيش والقوى الأمنية توقن أمنيا في المكان أتينا إلى هنا لكي نرفع الصوت عاليا أمام الظلم أن الظلم الذي يحل بأبنائنا وشبابنا أصبح وراء ظهورنا ولا نقبل أن يستمر ولا ليوم من الأيام وفي سياق متصل نظم أهل المعتقل في تلكلخ محمد الرفاعي مسيرة عقب صلاة الجمعة وصلت إلى ساحة عبد الحميد كرامي تقدمها والد المعتقل والشيخ عمار بكري أشكر كمان الأمن العام بكافة أنواعه على رأسه أن اللواء عباس إبروهيم والغرية خطار المؤدم خطار جاهدوا معنا كثير بالجاهد وشبابنا حقاولنا أهداف كثيرة وبشكل مصباح الأحدى بكمان وقف معنا وقفة الرجال وإن شاء الله بكافوا المسيرة معنا للإخير أجيب الأسرة من السورية اللي هو محمد السرور ومحمد الرفاعي أما موضوع الأسارة الذين لا يزالوا في أيدي عصابة الأسد يطالبوا بالعمل الجاد من أجل تأمين سلامتهم وأطلاق صراحهم فورا وإلا فإن الاعتصامات ستستمر والتصعيد سيستمر نحن نطالب جميع الواب ترابلس ووزراء ترابلس اللي عادين عم يتفرجوا علينا بأنه يكونوا بيناتنا ويطلبوا بصرحة كبيرة لأخراج أخواننا كما وشهدت ساحة عبد الحميد كرامي مساءً إطلاق نار تبين أنه ناتج عن حادث فردي تفجيرات متفرقة في سوريا والحلف الأطلسي باشر نشر صواريخ باتريوت في تركيا بعد ليلة دامية أودت بحياة أحد عشر شخصاً قضوا في تفجير سيارة مفخخة في محطة وقود قاسيون في حي مساكن برزة في شمالي العاصمة السورية هزاً في جراني الشديدان مدينة النبك في ريف دمشق نتج أحدهما عن سيارة مفخخة استهدفت مقر الاستخبارات العسكرية أطراف مدينة دوم الواقع شمالي العاصمة تعرضت أيضاً لقصف بالطائرات الحربية استهدفت كذلك مدينة درية وفي حمص شهدت بلدة قلعة الحصن اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي والمجموعات المسلحة وبحسب وكالة سانة فإن القوات النظامية دمرت عدداً من تجمعات وأوكار الإرهابيين في بلدة الحصن في ريف تلكلخ في حمص الجيش الحر من جهته قال إن مقاتلي المعارضة تمكنوا من فرض سيطرتهم على نحو 70% من مطار تفتناز بإدلب وقاموا بتصفية قائد المطار ورئيس الاتصالات وأفاد المرصد السوري أن مقاتلين ليبيين وثلاثة هم فلسطيني وسعودي وتركي قتلوا خلال الاشتباكات مع القوات النظامية في محيط معسكر واد الضيف في ريف معارة النعمان في محافظة إدلب وبعد الكشف عن مقتل أسترالي كان يحارب إلى جانب المعارضة السورية حذرت أستراليا مواطنيها من القتال في سوريا لأنهم قد يواجهون عقوبة للسجن وقال المتحدث باسم الخارجية بوب كار إن حكومة بلادهم طلقت أنباء عن مشاركة أكثر من مائة من مواطنيها في النزاع في سوريا من دون إثبات على تورطهم الخارجية السورية أكدت بدورها في رسالة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تقرير لجنة التحقيق الدولية عن سوريا غير حيادي ويقدم معلومات مغلوطا فيها مشيرا إلى أن لجنة التحقيق الدولية استعانت في تقريرها بمعلومات قدمتها دول متورطة مباشرة في الأزمة السورية هذا وقد وصل عدد من الجنود الأمريكيين إلى محافظة غازي عنتاب في جنوب تركيا وبدأوا تنصيب أنظمة الدفاع الجوية باتريوت التي طلبتها تركيا من حلف شمال الأطلسي بعد الفاصل وحطة المبادرة عند القومي أهلا بكم من جديد وفد الحزب الاشتراكي يزور الحزب القومي في إطار المبادرة الاشتراكية إلى تفعيل طاولة الحوار في إطار الجولة التي يقوم بها وفد الحزب الاشتراكي على القوى السياسية لتقريب وجهات النظر والجلوس إلى طاولة الحوار زار الوفد مقر الحزب التقدمي حيث جرى تبادل الأراء وقد وصف الطرفان اللقاء بالجاد والعميق وبعد اللقاء جدد الحزب الاشتراكي تأكيده على ضرورة أن ينأى لبنان بنفسه عن وضع الميداني في سوريا نقوم بدور مكمل لما يقوم به فخامة رئيس الجمهورية الذي نأمل أن يكون التجاوب معه من كل الأطراف للذهاب إلى طاولة الحوار والنقاش على هذه الطاولة بروح إيجابي وذناء الخروج من الحوار يجعلنا نتساءل وبأسف وألم كبير بأن القوى السياسية لا تلبي الحوار كأنه تعطي روح هذا الانقسام العمودي الكبير في البلد والعميق وأكد الوفد أنه سيستكمل زيارته للقوى السياسية وسيعود لتقويم نتائج هذه الجولات وفد من حزب الله يزور رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد على خلفية الإشكال الصيدوي على خلفية الإشكال الذي وقع مساء بين أنصار التنظيم الشعبي الناصري ومناصرين لحزب الله من سلايا المقاومة زر وفد من قيارة الحزب في الجنوب أن نائب السابق أسامة سعد لاحتواء تبعات هذا الحادث بين الحليفين وفي هذا السياق رفض سعد استغلال الحادث سياسيا واضعا إياه في الإطار الفردي ولكن مع الأسف هناك بعض أطراف سياسية التي تسعى أو حاولت استغلال هذا الحادث لتخطيق أهداف سياسية له يعني نحن لا نرى أن هناك أي بعد سياسي لما جرى نأسف لما جرى نعتذر من أهلنا في هذا الحي وفي مدينة صيدة ونترحم على الأخ المتوفي محمد رار ونعزي أسرته ويعني ندع الجميع إلى تجميع الطاقات والقوى في مواجهة التحديات والمخاطر وأكد سعد استمراره وحزبه في نهج المقاومة في مواجهة التحديات في حين خرج وفد حزب الله من دون الإدلاء بأي تصريح رحبت السفيرة الأمريكية مورا كونالي بقرار مجلس الوزراء اعتماد خطة شاملة لتلبية حاجات اللاجئين من سوريا مثنية على قرار الحكومة اللبنانية مواصلة الوفاء بالتزاماتها الإنسانية الدولية تجه اللاجئين بما في ذلك المحافظة على حدود مفتوحة وحماية اللاجئين من المضايقات وأكدت كونالي خلال لقائها الوزير جبران باسيل حاجة اللاجئين الماسة إلى المساعدة الدولية مشددة على تلبية بلادها حاجات اللاجئين السوريين ومساعدة المجتمعات التي تستضيفهم السفير السوري علي عبد الكريم علي أعلن بعد لقائه وزير الخارجي عبدالمنصور أن النازحين السوريين إلى لبنان أخذوا يعودون إلى مدنهم وقراهم وعن إمكان تسليم الأحياء في كمين تلك له قال من غير المنطق أن يطالب بهؤلاء وهم يخضعون للمحاكمة إذا كانوا موجودين هذا وكان وزير الخارجية قد اجتمع إلى وزيري المال محمد الصفضي والداخلية مروان شاربل ونفى منصور أن يكون البحث قطن ولا ملف النازحين من سوريا مع الإشارة إلى أن منصور اتصل بالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ووضعه في صورة أوضاع النازحين السوريين إلى لبنان معلنا أنه سيواجه مذكرة تتضمن رغبة لبنان في دعوة وزراء الخارجية العرب إلى اجتماع غير عادي من أجل البحث في هذا الموضوع مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني يدعو إلى استقبال النازحين السوريين وتوفير الأمان لهم وتلبية حاجاتهم ومساعدتهم في شؤونهم المعيشية أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني في بيان له أن دار الفتوى قامت ولا تزال تقوم بواجباتها تجاه الإخوة السوريين الذين نزحوا من سوريا حيث المخاطر تتهدد حياتهم وحياة عائلاتهم وهم الذين تركوا مساكنهم وأرزاقهم وجاءوا إلى لبنان طلبا للأمان وشدد على أن من الواجب استقبالهم وتوفير الأمان لهم وتلبية حاجاتهم ومساعدتهم في شؤونهم المعيشية من المسكن والملبس والمأكل والمشرب وقال مفتي الجمهورية ليس لأحد في لبنان إن كان من السياسيين أو من المواطنين أن يتعرض للنازحين السوريين أو أن يطالب برحيلهم من لبنان معتبرا أن إخواننا السوريين النازحين إلى لبنان لم يفروا إلى لبنان بل هم عباد الله فروا إلى ربهم وهو وليهم ووكيلهم وهم إخوة لنا وضيوف عندنا والضيف له مكانته وواجب على المضيف إكرامه مفتي الجمهورية دع المنظمات الإغاثية اللبنانية والعربية والإسلامية والدولية إلى مضاعفة جهودها لنجدة النازحين السوريين إلى لبنان خصوصا أن فصل الشتاء تزداد أمطاره وثلوجه وبرده الذي يواجه فيه النازحون صعوبات كثيرة في معيشتهم إطلاقوا الدورة العشرين لمهرجان البستان الدولي في فندق البستان بيت ميري أطلقت لجنة مهرجان البستان الدولي الدورة العشرين للمهرجان الذي يبدأ في التاسع عشر من شباط ويستمر حتى السابع والعشرين من آذار يحمل مهرجان هذا العام إلى الجمهور اللبناني النغم الموسيقي العالمي الذي يجمع بين الإنجليزي النمسوي الأرماني والإيطالي مع تحية إلى روح الراحل غسان تويني من ناحية وأخرى للموسيقي العالمي فاردي دارين شهين قناة الجديد بعد الأعلان مستمرون في ذكرها الثانية أهلا من جديد فتح تحتفل بذكر انطلاقتها الثامنة والأربعين في غزة وذلك للمرة الأولى منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007 فتح لا يمكن أن يلغيها أحد رسالة حاسمة وعلنية وجهها من قطاع غزة مئات آلاف الفلسطينيين الذين احتشدوا في مشهد جماهري نادر لإحياء الذكرى الثامنة والأربعين لانطلاقة حركة فتح وذلك للمرة الأولى من القطاع بعد هدوء حدة التوتر بينها وبين منافستها حركة حماس التي تحكم منذ عام 2007 وإننا بعون الله وبتصميم شعبنا وبدعم الأصدقاء والأشقاء والعالم الحر سنحقق أهدافنا وسنحتفل بذكرى قادمة لثورة انطلقت حتى تحقيق النصر فالنصر قادم 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 وإن شاء الله نلتقي بكم في غزة هاشم غزة الأبية في القريب العاجل وكل عام وأنتم بخير وتولى نحو خمسة ألاف عنصر من فتح وأجهزتها الأمنية السابقة في غزة تنظيم المهرجان في نطاق ساحة السرايا الرئيسة وسط مدينة غزة فيما تولت حكومة حماس تأمينه خارجيا وفيما هنأت حماس فتح معتبرة المهرجان خطوة إيجابية على طريق استعادة الوحدة الوطنية رأت فيه الرئاسة الفلسطينية استفتاء شعبيا شاملا على دعم الجماهير للخط السياسي الصحيح للقيادة الفلسطينية ورئيسها عباس الذي أطل على الجماهير في كلمة متلفزة عبر شاشات كبيرة أكد فيها أن النصر قادم وكان قد وصل إلى غزة عدد من قادة فتح من بينهم عضو اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب وأكد بيان من مكتب إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس أن هنية التقى في منزله في غزة وفدا من قادة فتح ضم إلى الرجوب زكريا الآغة أبرز قادة الحركة في قطاع غزة الحراك الثوري في الأردن يدخل عامه الثاني والمتظاهرون يرفعون راية جمعة مستمرون الله أكبر على الفاز في تظاهرة سلمية مئات الناشطين من الحركات الشبابية والشعبية والقوى الوطنية الأردنية أحيو الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الحراك الأردني المطالب بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد تحت شعار مستمرون انطلقت التظاهرة بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان ورفع فيها المشاركون سقف الهتافات الرافضة للحكم الملكي من قبيل حرية حرية مش مكار ملكية ولا انتماء إلا لرب السماء وانتقد المتظاهرون السيرة في العملية الانتخابية ووصفوها بالمسرحية مؤكدين أنها ستدفع المشهد السياسي إلى مزيد من التأزيم ومطالبين بمحاربة المسؤولين عن الفساد حرية من الله نصف عنك عبد الله في المقابل نفذ مئات الأشخاص في المكان نفسه اعتصاما رفعوا فيه شعارات دعت إلى التمسك بالوحدة الوطنية والالتفاف حول الراية الهاشمية لأنها سمام الأمن والأمان في هذا الوطن وانتقدوا فيه كل أصحاب الأجندات الشخصية والخارجية وشكلت قوات الأمن حاجزا بشريا للفصل بين التظاهرتين انتقد الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل خطاب الرئيس المصري الأخير في الاقتصاد وقال هيكل في حديث تليفزيوني إن مصر تمر بوضع اقتصادي شديد الخطر وأن الأوضاع الحالية لا تحتمل الهوات وكان على الرئيس مرسي أن يصارح الشعب المصري في هذه اللحظة عن الوضع الاقتصادي ليتحمل المسئولية مضيفا أن السلفيين انقسموا على أنفسهم وسينقسمون على الإخوان بالنسبة للداخل هم لم يرى ما فيه الكفاية أنا كي أقولك كنفسي أنه على مهله يستنى وأنه يجري مشاورات وأنه في كل القوة بس ليس مشاورات بالطريقة المشاورات ليس أنك تتعاد تسمعي تجيب فلان وتسمعي أو تقول له المشاورات هو أنه يبقى فيه ناس قاعدة بتدرس جد أنا بعد ما نجي نتكلم ما نجي نتكلم على إيه اللي حاصر في اللي أنت هشوفينه في المقدمة هتشوفي كيف تبحث المسائل كيف تجري مشاورات ما فيش مشاورات كده في الهواء إن نعود وقول رأيي أفض كف كده بما يخطر على البال ده مش منقش في العراق ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم الشحنة المفخخة الذي استهدف أمس زوارا شيعة في ناحية المسيب جنوبي بغداد إلى ثلاثة وعشرين قتيلا وتسعة وأربعين جريحا بينهم نساء وأطفال وكان التفجير قد وقع في مرآب للسيارات في المسيب مخصص لنقل الزوار القادمين من كربلاء في ذكرى أربعينية الإمام الحسين وتقع المسيب عند منتصف طريق بين بغداد وقرب كربلاء وتبعد عن العاصمة العراقية نحو ستين كيلومترا صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير استعادت مدينة صيدة هدوءها غداة الإشكال الفردي الذي وقع ليلا في محلة نزلة الصيدون بين شبان من سرايا المقاومة اللبنانية وآخرين من التنظيم الشعبي الناصري وأسفلت عن سقوط قتيل وثلاثة جرحة وقد حضرت إلى المكان عناصر الأدلة الجنائية لاستكمال رفع بعض آثار الاشتباكات فيما شيع القتيل محمد سعيد درار بعدما صلي على جثمانه استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني الأمينة العامة للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصر خوري وعرض معه التطورات الراهنة والوضع في سوريا ثم استقبل بر رئيس الجامعة اللبنانية الوزير السابق عدنان السيد حسين نحن نؤيد مطالب الأساتذة المتفرغين حيثما درست ملفاتهم مع معالي وزير التربية الصلاحيات هي مع رئيس الجامعة ومعالي وزير التربية بحكم القانون إضافة لذلك ما يخص تعيين العمداء وتكوين ميز الجامعة المشروع أنجزها منذ العام الدراسي الماضي فلماذا التأخير في إنجازه؟ عقد وزيرات زراعة حسين الحش حسن والصناعة فريش سابونجان وفريق عمل الوزارتين اجتماعا بهدف زيادة مستوى التنسيق والتعاون بين الوزارتين فيما يتعلق برفع جودة الغذاء وتأمين سلامته التقت الهيئة الإدارية لرابطة التعليم الأساسي في لبنان وزير التربية حسان دياب وبحثت معه في القضايا التربوية وفي مختلف مطالب المعلمين وبالتزامن مع الاجتماع نفذ مدرسو التعليم الأساسي الرسمي اعتصاما للمطالبة برفع الظلم عنهم عقد مدير الإدارة المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات العميد عبدو برباري مؤتمرا صحفيا تناول فيه موضوع مستحقات البلديات واتحاداتها من الصندوق البلدي المستقل وكيفية توزيعها وأسباب تأخير دفعها عقدت حملة جنسية حق لي ولأسرة ومركز الأبحاث والتدريب التنموي جمعية عمومية للنساء اللبنانيات المتزوجات من غير اللبنانيين بهدف وضع خطة تحرك استراتيجية لعام 2013 من أجل إقرار قانون حق المرأة اللبنانية إعطاء جنسيتها لأسرتها أمل السيد علي فضل الله في خطبة الجمعة أن تبادر الدولة إلى إنصاف أبنائها في ملفات مثل التفرغ للأساتذة الجامعيين وإقرار سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين والموظفين عوضا من إنصاف الطبقات المحرومة والمستبعفة وطالب بضرورة العمل لإقرار مشروع انتخابي جديد رأى العلامة الشيخ عفيف النابلسي أن استقرار الوطن وتعافية شأن الرجال الحقيقيين الذين يتحملون المسؤولية بكل أبعادها ولا يتهربون ولا يغادرون في إجازات وأوضح في خطبة الجمعة أن نأي الدولة بنفسها لم ينحصر في الأزمة السورية بل امتد إلى النأي عن كثير من الملفات الحياتية مثل الكهرباء والأساتذة والمختطفين استقبل وزير المال محمد الصفضي في مكتبه في الوزارة مدير إدارة الشرق الأوسط وشمالية إفريقيا في البنك الدولي فريد بلحاج وبحث معه في سبل تطوير المشاريع التي يدعمها البنك في لبنان في جامعة الحكم كرم موقع فوكس آن لابنون أعلاما من بلاد الأرز من ضمن سلسلة حفلات تكريم يجريها الموقع لشخصيات لبنانية كانت لها بصماتها الاجتماعية والثقافية والدينية وجرى تسليم دروع وشهادات تكريمية لكل من الوزير السابق سليم الصايغ السفير جوي ثابت البروفيسور أنتوان حايك النائب السابق أوغيست باخوس البروفيسور أنتوان مسارة المونسينيور جوزيف مرهج الأب كاميل مبارك المطران مخاي القبرص وغيرهم بحضور عميدة الشرف للموقع الدكتورة سلوى غدار يونس سفيرة المنظمة العالمية لحوار الأديان والحضارات أموماتو بيونسي وخياناتو ستيورت وغنغام ستايل في الصدارة تعددت الأحداث الفنية والعامة التي لاقت اهتماماً إعلامياً واسعاً إلا أن مطبوعة ديلي نيوز أبرزت في عددها الصادر بمناسبة العام الجديد أن خمسة أحداث فقط هي الجديدة بلقب الأكثر أهمية على الساحة الفنية والعامة خلال العام 2012 لأنها أحداث غير متوقعة تضم قائمة الأحداث الفنية الأكثر تناولاً في الصحافة خبر إنجاب النجمة بيونسي لتفلتها بلو آيفي كارتر في مقدمة القائمة أكدت الصحيفة أن خبر ولادة بلو آيفي كارتر تصدر عنوين غالبية الصحف لشهرة والدها جايزي ووالدتها بيونسي وفي المرتبة الثانية من حيث الأهمية الأعلامية جاء خبر خيانة النجمة كريستن ستويرت لصديقها روبرت باتنسون مع مخرج فيلم سنو وايت روبرت ساندرز وأشارت التقارير إلى أن خيانة كريستن ستويرت لصديقها جعلها تشعر بالإهانة وألزمتها البقاء منعزلة عن الناس في إحدى الغرف الفندقية حتى عادت العلاقة بينها وبين باتنسون إلى طبيعتها في الخريف الماضي ورغم مرور العامين على زواج كيت ميدلتون والأمير ويليام إلا أن ديلي نيوز أكدت أن أخبارهما ما زالت الأكثر تداولا في الصحف والمجلات وذكرت أن هذا العام شهد نشر صور عارية لكيت ميدلتون وهي تقضي إجازتها برفقة زوجها في باريس وهي الواقعة التي اعتبرتها من أكثر الأحداث التي أثارت جدلا في وسائل الأعلام خلال شهر سبتمبر الماضي كما أوضحت أن أخبار ولي العهد البريطاني وزوجته عادت للانتشار بكثافة في وسائل الأعلام مع أعلان نبأ حمل ميدلتون وفي المرتبة الرابعة في قائمة ديلي نيوز لأكثر الأحداث الفنية أهمية في وسائل الأعلام جاء صدور أغنية جانج نام ستايل للمغني الكوري ساي وحصول الأغنية على أعلى نسبة مشاهدة على موقع يوتيوب إذ تجاوز عدد مشاهديها المليار موسيقى المرتبة الخامسة والأخيرة في قائمة صحيفة ديلي نيوز فكانت من نصيب فريق وان دايركشن الغنائي حيث اعتبرت إصداره ألبومين ناجحين خلال سبعة أشهر من أكثر الأحداث التي تجعله موضع اهتمام وسائل الأعلام وأكدت التقارير بحسب إلاف أن قدرة الفريق الناشئ على الساحة الفنية على أحياء حفل ضخم في نيويورك دليل على أن نشاطاته كانت من أبرز الأحداث الفنية للعام 2012 ولهن نبقى مع أبرز عنوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت السبت خمسة كانون الثاني 2013 ونبدأ مع النهار لقاء للأقطاب الوسطيين وبعبدة ترجع الحوار الخارجية تستعيد تجاربا لجان مع دمشق القوات النظامية تتقدم في معظمية الشام وتعزز مواقعها في دارية وصول الدفع الأولى من صواريخ باتريوت إلى تركيا لنشرها على الحدود ننتقل إلى عنوين السفير عشاء وسطي في بعبدة وبكيركي ترحب بإعلان جملات إقفال ملف بريح الصفضي يسترد موازنة 2013 لا نملك المال بين غزة وفتح أكبر من احتفاء الخلية الإخوانية في الإمارات تعيد فتح ملف التنظيم الدولي واشنطن بعد الهوية المالية تأهب لمعركة الدين العام في الأخبار الأسد يعلن قريبا خطاب الحل جناف اتنين بلا تنحي ميقاتي لجملات ما إلك إلا بطرس الأصفر بلون غزة ننتقل إلى الأنوار تحرك لبناني لمساعدة النازحين واتصالات لتهديئة التوتر في صيدة أحد عشر قطيلا بانفجار في دمشق وغارات على مدينة قلعة الحصن مئات الألوف يشاركون بمهرجان فتح في غزة ننتقل إلى الديار اجتماع ليلي جمع سليمان ميقاتي جملات وبحثوا أوضاع البلد والانتخابات قضية اللاجئين السوريين تكبر وعون يرفضهم وبسيل لمؤتمر صحفي اليوم بري مستعجل على قانون للانتخابات وجملات يزور بكركي دون أي مواكبة صورة جديدة للوضع السني تحالف بين ميقاتي والمفتقباني وكرامي جبهة العريش رفح تتفاعل في عنوين المستقبل لهذا اليوم علاوي يدعو رئيس الوزراء إلى الاستقالة والصدر يصلي في مسجد الشيخ الكيلاني الربيع العراقي مئة الألاف في جمعة الصمود ضد المالكي تظاهرات حمص تنادي الأحرار تعم سوريا ومقتل وخطف أقارب لرستم غزيلي في درعة جنود أمريكيون يرافقون الباتريوت إلى تركيا غارة سوريا من الخارجية اللبنانية على النازحين في البناء لهذا اليوم ظهور مكثف ومسلح لما يسمى بالجيش الحر شمالا ومعلومات عن تمدده إلى قرى وسط أعكار الحديث عن صيغ لقانون الانتخابات لا يتطابق مع الواقع والأمور مرهونة بالاتصالات خطة نوعية لتطهير المناطق السورية من المسلحين ودريا أعلنت منطقة آمنة جليلي يعلن من نيودال إيران لن تتراجع عن حقوقها النووية لبنان يطلب اجتماع عربيا لبحث قضية النازحين في عنوين اللواء لقاء وسطي في بعبدة يبحث عن صيغة لا تغضب جملات وترضي 14 أذار حميد اللواء القانون المتوازن ليس النسبية أو الأرثوذوكسي العربي يعد بدرس طلب منصور تضارب المخارج لأزمة النازحين وكونالي تطالب باسيل بالتراجع المارينز خلال أيام إلى تركيا لتشغيل الباتريوت ضد سوريا بالانتقال إلى البلد جملات يعلن من بكركي طيام لفبريح تفجير مدون في دمشق والأمم المتحدة تؤكد طائفية النزاع عباس لا بديل عن الوحدة لبلوغ النصر في أبرز ما جاء في الجمهورية واشنطن تنشر الباتريوت على الحدود السورية وأنقرة لدور روسي إيراني عشاء بعبدة الحوار والانتخابات أما في عنوين الحياة غزة مليونية في ذكرى انطلاقة فتح تؤكد شعبيتها ومعارضة الإسلاميين علاوي يدعو إلى انتخابات مبكرة بإشراف حيادي والصدر يرفض وقف الاجتثاث التظاهرات تتصاعد ضد حكومة المالكي ودوري يتهمه بالسعي إلى تقسيم العراق ضبط صواريخ أمريكية متطورة في سيناء قبل تهريبها إلى غزة أخيرا مع عنوين الشرق الأوسط تقرير فدرالي يتحدث عن 30 ألف عنصر استخبارات لطهران حول العالم من لبنان إلى الأرجنتين مصادر أمريكية للشرق الأوسط نشاط إيراني متزايد باليمن النهضة تخلخل المعارضة بدعوة الشاب للحكومة تونس تتعهد بسداد الرواتب رغم قلة السيولة كان في النشرة قانون الانتخاب بين تريو الوسطية بريح تختم آلام الجبل وجملات يهديها للبطريارك في الخاص الضاحية تنزع الحجاب التركي بطل اشتريت يا تركي وفي النشرة فتحت تحتل غزة مصر قادم 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 ختم نشرتنا شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء عند العشرة والنصف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة